نعود لكم من جديد وأداء الأسواق الخليجية وتحديد أن في الإمارات وصفت حالة تراجع أسعار النفط بأنها عاصفة النفط عالميا قيل بأنها ستأخذ معها الكثير من يأتي في الأمام وتجرفه ولكن حتى على صعيد الأرصاد الجوية عندما يتم الاستعلام بأنه ستضرب منطقة معينة عاصفة ثلجية أو غيرها يتم الاستعداد لها من كل النواحي لماذا لم تستعد الأسواق محمد علي ياسين يجيب هدى وزين استعدنا لها في الأردن وفي لبنان وعاصفة النفط ما حضرنا لها ليش هل لو حضرناها كنا شوي على الأقل يعني انتقينا شرم أنا وجهة نظري أن ما يحصل في أسعار النفط هي عملية مدفوعة سياسيا أولا وثانيا هي عملية تداولات أسواق مالية أكثر ما هي سبلاي وديماند عرض طلب إحنا اليوم لو كنا نتطلع زمان كنا دائما نتطلع إذا كان يكون في مناطق التي فيها انتاج البترول إذا يصير فيها توترات جيو سياسية البترول يطلع إحنا لدينا حروب تصير في مناطق ينزل موضوع العواصف الذي تحدثت عنه بالعادة يوم ما يصير أوروبا وأمريكا يصير عندك ارتفاع يصير موجة البرد يخافوا من استهلاك أكثر للغاز والبترول وبالتالي يطلع السعر في هذا الموسم إحنا لدينا البترول ينزل إلى تحت لذلك كل هذه الدلائل تعطيني أن ما يتم على أسعار البترول ليست عملية طبيعية يحكمها سوق ولكن عمليات ربما لمحافظة حصة من قيمة سوقية هل هو إلو أشياء أتباعات أخرى هذا سيظهر في الأيام والأسابيع القادمة المهم عندي أنا اللي برأيي 92 مليون برميل يوميا يتم إنتاجها في العالم أو يتم استهلاكها في العالم عملية أن نتحدث عنه تخفيض 1 بالمية تخفيض أنه مليون برميل أو حتى مليون ونصف برميل هو السبب في أنه هبط السوق البترول 50 بالمية هذا كلام غير منطقي اليوم وغير موجود الشيء الثاني اللي بدي أقوله أنه لماذا نحن اليوم أين خلقت عملية ربط هبوط سعر البترول بسعر الأسواق المالية حتى معامل أرتباط كثير ضعيف لا يوجد حتى لو صار اليوم نحن اليوم في أسواقنا لذلك أنا لماذا أقول أنه سمنا في منطقة دول مجلس التعاون خصوصا التي تأثرت بشكل كبير والإمارات خاصة حتى لو كان في عنا هبوط في عملية الصرف أو الإنفاق الحكومي رغم أنه في عنا نمو بالناتج المحلي هل هذا الهبوط يواكب نفس الهبوط الذي رأيناه في أسواقنا المالية الجواب لا ولذلك حتى لو صار عنا تحدثت عن تقارير البعض ببنوك استثمارية على أنه لا زال هناك توقع على نمو في أرباح البنوك والقطاع رئيسي حتى لو كان بدلا ما يكون دبل ديجيت كان سنجل ديجيت لا زلنا نتحدث عن نمو هبوط سعر الأسهم 50% من المستويات العليا فيما أنه يصير عندنا نمو بالأرباح يعطي نمواته في قيمة مضافة أكثر في هذه الشركات خلال عام 2015 لذلك اليوم أنا برأيي المستثمر يجب أن يحاول أن يفصل ما بين الإشاعات التي تنتشر سواء كانت من واتس أب أو البيانات ويركز على القيمة المضافة والقناعة في هذه الأسهم نعم أنا كنت راح تتساؤلات بالأمس عادة بعد دائما خمس سنوات أو أكثر هنا كماني عضو أصاب وندم يقول أخ رحت علي هذه الفرصة يعني كيف الأردن عندما يحدث تضخم أو غيره ويحكي خبرك بعمالة ما كانت قرية يعني اللي يعرف هذا الموضوع اليوم ما هي الفرص التي غابت عن المتداولين ولا يشعروا أنه كان يجب أن يدخلوا فيها أتحدث عن مستثمر طويل الأجل أكثر شوف أقول مستثمرين طويل أجل للعلم ربما ربما الفرص اللي رحت عليهم أن يمكن ما باعوش عن نقطة العليا ولكن هل قيمة المضافة لأن الكوست عندهم كلفتهم لازالت منخفضة لأنه ما دخلوش يعني بعضهم كثير منهم اللي ما دخلش في عملية معمعة لارتفاع ولم يبيع فبالتالي لم يحقق رباح محاقق رأى محفظة ارتفعت وثم عادت لانكماش دون أن يكون له أي عائد نقدي من عملية البيع ولكن ما رأينا أنه خلال فترة الشهر ونصف الماضي أن هؤلاء المستثمرين بعضهم عاد إلى الأسواق للتجميع ولكن على أسهم منتقاء عملية الشراء العمياني على أسهم مهب ودب هذه أنا برأيي في الفترة المرحلة القادمة ستنخفضت بشكل كبير الحق على من أنه أنا بدقي هذه الأسهم هل أسمع فقط لأي شخص يعني أمر بجواري أم يجب أن أنظر على الأقل وين الجمع رايح وأروح معه هذه مشكلة عويضة دائما بأسواق المنطقة دائما سوء أفراد ولكن برأيي الشخصي عملية أنه نبحث عن شخص نلومه لقرار أخذناه غلط أنا أعتقد هذه أول نقطة يجب أن تتوقف عنه كل واحد فينا اليوم من هدول المستثمرين الموجودين صار لهم سنوات في السوق عنده ميزانيات في عندك معلومات عندما نتحدث في أي محل نتحدث في برامجكم هذا سهم مثلا مضاربة هذا السهم مكرر أربعين مرة ونجد أنه معظم مستثمرين دخلوا عليه ليش؟ عشان الربح السريع فبالتالي مستثمر الفرد ما يحكمه الجشع من تحقيق الربح الكبير بسرعة يذهب إلى الأسهم الصغيرة التي تحت الدرهم والأسهم المقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقية وكان عليها ضعف وثلاثة 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 لا زال منها موجود لليوم؟ لا زال حتى في السوق الأمريكي اللي نحاول أن نجد أنه مثال لنا حتى الداو يقول لك أريد أن يمر لسا بفترة حتى يضبط أوضاع هذه الأسهم الفرق أن الداو والداو والاسم بي ينزلون من النقطة قياسية عليا نحن ننزل من نقطة تصحيح 50% من السن الماضي فبالتالي اليوم هناك فرق فبالتالي لو صارت صحيحة بأمريكا اليوم يحكوا على 15% عملية اختيار الأسهم هو خيار شخصي من قلبي بميل بدخل تعرف حتى أكثر من هذا تعرف شو أنا أشبه لك إياه يمكن أن نزعله مننا الناس مثل اللي بروح كل يوم على سوق الخضرة كل يوم التفاحة تشوف فيها نفس التفاحة لماذا تختاري هذه؟ لماذا تختاري هذه؟ لماذا تصبح أعلى من هذه؟ لماذا أشتري هذه؟ هل أنت مقتنع اليوم بالسهم اللي تشتري؟ هل هذه الشركة وإدارتها بالنسبة لك مقنعة؟ هل أدائها كان جيد؟ هذه الأسئلة يجب أن تسأل ويجيب عليها الواحد نفسه دعونا نحط بعض من المعطيات على الطاولة ونترك للمشاهد والمتابع كيف يتصرف أعطيني قيمة المؤشر اللي لازم تعطيني إشارة إنها إشارة دخول مع أي حجم تداول مع أي سيولة ولكم جلسة متتالية يصمد عليها السوق حتى أقول هذه إشارة واضحة أن أدخل الآن أنت تحكيني هلأ عن تحليل فني أعطيك على أرقام كمؤشرات أكثر مما هي أساسيات أدخل أساسيات؟ لا أعطيك أن نحن ندخل الموسم نتائج أنا أقول اليوم لو نحكي على الأساسيات إحنا اليوم في عندك أسهم مكررات ربحية تبعتها عشر مرات وأقل في قطاع البنوك وقطاع العقارات هذه كانت 15 و 18 مرة قبل شهرين ما هو معدل مكرر ربحي في أسواق الإمارات في الأحوال العادية من 13 إلى 15 مرة اليوم إذا أردت شيء عشرة معناته فيه احتمال يوصل أوله 13 فيه عندك 30% محتمال هذه نقطة نأخذها نطلع على القيمة السهم إلى القيمة الدفترية أي سهم قيمته الدفترية تحت مرة ونص أنا برأيي هذا يعتبر قليل المخاطر لأنه معناته أن هذه الشركة فيها أسيتس فيها موهولة هذه معيار تاني للاختيار الثالث احتدى خليع موسم توزيعات لو أخذنا توزيعات لعام الماضي على سعر السهم اليوم لكثير من الشركات سنجد أن ريع هذه الأسهم من 4.5% قد يصل إلى 10% في بعض الشركات نحكي على فترة تشري السهم اليوم وخلال 3 إلى 4 شهر تأخذ هذه التوزيعات بالتالي اليوم أنه حتى العائد على هذه الأسهم خلال هذه الفترة برأيي يسبق حتى كثير من السندات التي توجه نحو الناس هذه معايير برأيي تعني أن هذه الشركات إذا وصلت لها أنا اخترت اليوم ما هي الشورت لس تبعت ما هي قائمة الاختيار للشركات نحن نقطة الثانية هي اختيار توقيت الدخول للسوق بيرفكتينغ ذات اختيار الوقت بالفعل صعب على الجميع علي وعلى غيري ولكن نقدر نطلع كالتالي نحن بدنا مرحلة استقرار سعري في الأسواق كمؤشر تحركنا في رينج معين سعري اليوم نحن رأينا وصلت 3600 كان 3300 ويش يقاب اليومين لو قلنا اليوم نحن قدرنا نحافظ مستويات 3350 و3800 لفترة ربما أسبوع خمس جلسات أنا بعتقد هذا بيعطي إشارات قوية نبني قاعدة سعرية نستطيع أن نتحدث عن نقطة أعلى منها خلال فترة نقول إلى أربعة إلى ستة أشهر هذا معيار يستطيع عدو المؤشر المستثمر أن يبني محفظة وقرار استثماري اللي بشوفه أنا بقاعات التداول سترولا أن الناس قاعدين كل يوم من الصبح بقعدوا من الساعة عشرة لساعة تنتين قلت لك هذا طالع شفت لك هذا نازل وبالتالي اليوم أنت اليوم مش عم تاخد قرار على أساسك جميل أنا بدي أسألك سؤال هل مقتصر السوق فقط على من يعلم كيف يتداول به يعني كل بحر من يستطيع العوم يدخل فيه ومن لا يستطيع لا يلجأ حتى إلى طوق النجاة البحر أعتقد تشبيه جيد إذا أنت ما تعرفش تسبح كثير خليك على الشط إذا أنت بتعرف تسبح كثير أدخلك كمان مترين لجوة إذا بتعرف تغوص روح على المحيط أما ما تكون أنت لستاتك عم تتعلم سباحة وتروح على المحيط وتقول ليش غريئت فعلا ومليان حيطان المحيط هذا موضوع تاني ضبط أشكراك جزيلا شكر ضيفنا في مسار السوق دائما على إثراء الحقيقة وبقيمة عالية جدا تثمن ضيفي سيد محمد ألياسين طبعا خبرتك دائما نوظفها إن شاء الله يكون هناك النصائح والتوصيات التي ذكرتها في المشاهدين نذهب إلى الكويت وأيضا بعض من الأخبار الشركات حيث أعلنت عمومية شركات القرين القابضة انسحابها للاختيار من البورصة الكويتية وسط جدل واعتراض من بعض المساهمين ويتداول سهم القرين قابضة في البورصة الكويتية عند مستويات الخمسة عشر فلسا فيما تبلغ قيمة السهم الإسمية نحو مئة فلس وأكد الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة أن أضعف الثقة بالسوق وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسواق المالية في المنطقة بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بالسوق من جانب المؤسسات والبنوك الكبرى عززا من جدول انسحاب في قطر أوصى مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة خمسة وخمسين في المائة من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع خمس ريالات وخمسين درهم من قطريا وبما يزيد على مليار وعشرين مليون ريال قطري عن العام المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام الماضي هذا الشركة فقط وقالت الشركة أنها ستفصحه عن كامل بيانات المالية عن الفتر المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عمليات التدقيق نبقى في قطر وقامت شركة ديار القطري لاستثمار العقاري بعملية تحويل أسهمها في بنك الخليج التجاري الخليجي والبالغة نحو 62 مليون سهم إلى جهاز قطر الاستثمار ممثلا بشركة قطر القابضة نهاية مسار السوق أشكركم للمتابعة إلى اللقاء